فوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوف وغنى العنقود سهرنا وحلية سهرتنا بدربك وعود وحلية فيت علبتنا وغنى العنقود سهرنا سهرنا وحلية سهرتنا بدربك وعود وضحكت فيت علبتنا وغنى العنقود سهرنا وحلية فيت علبتنا تابعونا أحبائي المشاهدين على فضائية نورمينة في برنامجكم كرم الدوالي يقدمه لكم جمال الدلة وشكرا لكم أعزائي المشاهدين كما شاهدتم هذا التنوع الكبير في البرامج التي ستنطلق على قناة نورمينة ولكن للفلكلور والموروث الشعبي الذي نعشق كان لبرامجنا حصة كبيرة فيه اسمحولي أرحب أخونا الشاعر والإعلامي والزجال جمال الدلة ووقف يا جمال من أولها من أولها أوف هالمرة أنا أبدأ أقول أوف يلا وصلي ما صليك لا، الله خليك أوف إحسبونا نور شاط ونور مينة احسبونا نور شاط ونور مينا ووكلونا تمرزاك ونورمينا الله وكل ما بندخل نور مينا على الخاطر طريعن الطرى يا با يا با ولا وانو كبش فيه دلعتها يا با الله اعطيك ألف عافية السادة جماع يعني انت يعني طلعت ببرنامج في رمضان وكان له هاي نسبة المشاهدة الكتير عالية وخصوصا انو البرامج الفلكلورية والبرامج الشعبية بتشوفها غايبة عن القنوات الفضائية الرسمية والخاصة تحكينا عن فكرة البرنامج وما هي الرسالة التي يقدمها هذا البرنامج للجمهور الأردني والجمهور العربي بشكل عام والله يا خب محمود اول اشي انا بحييك بداية وبحيي جهودك الجبارة اللي بذلتها مشان تنوع في فضائية نور مينا اللي هي بحاجة لإدارة واعية بمثل إمكانياتك لأنه عدت عليها مرحلة تذبذب وان شاء الله هي في طور الألق والإقلاع وما أرجوه انو احنا نقدر من خلال برنامجنا نلبي جزء من لحفة الناس للزجل اللي غيبت زي ما تفضلت على مستوى الفضائيات على المستوى الخاص والمستوى الرسمي مع كل أسر علما الزجل والشعر الشعبي بيحاكي وبيخاطب جمهور عريض جدا ومساحة كبيرة من وطننا العربي على امتداد رقعة الجغرافيا وعلى امتداد مساحة الحناء والزعفران والورد هذه المشاعر الشعبية العفوية بحاجة إلى الناس تخطاطي معاها بكفينا تقطوغة ثلاث دقايق ومرسومة ومحنطة وخطاب خشبي وأصبح تسمع الأغني وكأنك شايف واحد أمامك داخل معركة في الخندق ولا في القادسي وحامل سيف وإحنا بحاجة إلى خطابه هذه أعصابنا في ظل التوتر من حولنا بشكل كامل فإحنا بحاجة إلى تنفيذ احتقان شعبي أحواج ما نكون إله في مثل هذه المرحلة ولا يتأتى إلا بكلمة الزجل اللبقة صاحبة البعد الإنساني وأنا بدي أسألك أخوة أستاذ جمال أن المواضيع التي تطرح في حلقة الزجل مواضيع يعني قد تكون مواضيع جامدة أنت بتحط لمستك الفنية عليها بلامس واقع سياسي واجتماعي واقتصادي يعني كيف بتم اختيار هاي المواضيع وتطويعها لمعالجة قضايا بعيشها الشعب الأردني بشكل خاص والشعب العربي بشكل عام اسمح لي أدعي أخوة محمود أن الشاعر هو عبارة عن صورة مجسدة عن وجع وألام وأمال وأحلام الجماهير هذا الإنسان مكلف تكليف وجداني ومكلف نفسه وملزمها حتى يحكمهم من ناس فتجد فيه كل هذه الكتلة الملتهبة من المشاعر والأحاسيس اللي بيعتبر نفسه عبارة عن مشفى والمجتمع بشكل عام هو مجتمع براجعياته الفنية الفكرية الأدبية السلسة اللي بتقدم له العلاج بدون اللجوء لا لنك ولا للأطباء ولا للطب البديل ولا حتى للطب الطبيعي وعفوا دائما الشاعر بيستوحي أفكاره ومواضيعه من كرم الدوالة من كرم الرمان من كرم العلم من كرم التوت من قناة المي من غزل بين نحلة ووردة من عصفوري بيشرب المي وبيرفع رأسه وبيشكر الله بكل هذه الشكرانية وهذا البعد الرحماني والإنساني كل هذه الطيب العفوية تجسد من خلال لسان الشاعر بعد ما يعتصرها كحزن وكألم في وجدانه بتطلع على عقله بحاكيها بصورها بمشهد جديد بنزله على لسانه بتكون وصفة طبية شعرية ثقافية تقدم للجمهور طبق ساخن وصحطين وعافظ يعني ما شاء الله عليك أخي جمال يعني الواحد حتى مش قادر يعني لا يخطوا براحتك يعمل المداخلات لأنه ما شاء الله يعني بتسألك يا جمال هذا الحوار بيقولني أني أسأل عن الارتجال والتنافس كونه أنت في الحلقة بتستضيف ضيفين بتفتح مجموعة من المواضيع فبضطر الضيف وخصوصا أنه برنامج على الهواء مباشرة أنه يرتجل وخصوصا أنه أمامه منافس لإله بده يحاول يطلع كيف يعني بتسيطر على الموضوع وكيف بتعمل عمليات البلانس والتوازن لهيك موضوع والله يا خب محمود إحنا إذا وصلنا إلى سقف من الحرية يستطيع في الشاعر أن يرتجل بما يحضره من بديها في استوديوهات التلفزيون بنكون إحنا وصلنا إلى مرحلة من التحرر أيقضت كل مشاعرنا وترجمت كل عطائنا بشكل مرتاح وأصبح الفن عندنا في مرحلة الذهبية هذا موجود في دولنا العربية المجاورة مثل لبنان لبنان الكلمة المريحة والسلسل بديعية في التقريب أنا أسألك أنه يعني لبنان استغل الإعلام اللبناني في انتشار الزجل على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كمان دي سياحية سابقا نعم سياحية وبيعملوا مفجنات إحنا شو ناقصنا حتى نقدر وخصوصا أنه يعني أنا أسألك كمان قبل هذا السؤال يعني من وين إيجا الزجل يعني كيف فكرة الزجل المناطق اللي طلع منها الزجل نبدأ نعرف الناس عن يعني إيش الزجل الزجل يعني عبارة عن الصوت العالي والجلبي والدردبي يعني إذا بصير بركان نعم وبتقع مجموع من العمارات وبتستكي جبالي بعض هذا اسمه زجل الجلبة والصوت العالي بعدين فيما بعد ورد على اللغة الكنعانية كلمة نجنة حولت إلى نغمة وبعدين أصبحت نغم ولحن وصاروا يعتبروها هي صوت الشاعر أو الحادي اللي بيرفع الصوت اللي عنده صوت جهوري وليش يكون صوت جهوري وبس ليش ما يكون صوت جهوري وليم ومنغم وبيدخل القلب والروح وبيجمع القلوب وبيصلح ما تفسده السياسة يعني أنت كان بالليبرموشن اللي تم تصويره في أماكن طبيعية خلابة كان في الليبرموشن دعوة للسياحة أنه خصوصا هذه المشاهد الخلابة الناس بتفكر لسه أنه الأردن صحرا ما بيعرفوا أنه إحنا يعني بجوز عندنا أرض خصبة بتنتج الكثير كثير ونصدر اسمح لي بس أكمل سؤالي فكيف يكون لبرنامج مثل برنامج الزجل أن يكون نقطة جلب سياحي للأردن؟ يا سيدي أنا أولا بثني على جهود وزارة السياحة والعاملين فيها في تنشيط الدعوات للوفود القادمة لأردن مجد السياحة ولكن في شيء ربما من عدم الإحاطة بالمشروع بشكل كامل أو عدم الوعي أحيانا عند المرشدين ولد الله السياحيين بالمناطق التي تستحق أنها يثير شغف زائر فإحنا ليس بس أن البترة وشوية أعمدي رومانية وأعمدي يونانية وأعمدة الأنباط لا إحنا ليس بس حجارة إحنا تاريخ وحضارة وأيام مستمرة ونفس متجدد في أن هذه الأشجار تحمل نفس التاريخ اللي بتحمله قلعة الكرة أو الآثار في الخراني أو في أمقيس هذه النباتات الموجودة في البلد هي عبارة عن أرواح متجددة تنطلق من العصور إلى النحلة إلى ينبوع المي إلى الزائر والزائرة بيتخذوها للعرائص من أجل زيادة الابتهاج والسرور بيأخذوها في الأكاليل شو بدك أكثر من هيك بعد دروحي ووجداني وشعري شعرية منفردة في أجواننا الأردنية في كل بقاع الأردن في جباله في وديانه حتى في باديته في من الأشجار والأزهار النادر على مستوى العالم بثير شجوني شعراء وبتقدحها بقرية الفنانين وبثير الأقلام إحنا نغفل عن هذه الأمور زي ما تفضلت أنت في الابروموشن صورنا في مناطق سياحية يعني قل نظيرها في العالم العربي تكاد تنافس جبال لبنان وجبال تركية ليش إحنا ما نوجه الناس إلى هذه المناطق أولا بتدعم أهل الريف وصمودهم وإقامتهم وبالطروش للرحيل للمدينة هذه الهجرة الداخلية اللي قاعدة بتصير وبنفس الوقت هذه الأشجار والنباتات اللي بشوفها تستخدم على مستوى طبي على مستوى علاجي وعلى مستوى تريح النفس لأن اليوم وسائل الراحة صارت تستخدم كعلاج في التقارير العالية في الطفل المستشفيات العالية أخي جمال يعني في نهاية هذا اللقاء يعني الشكر موصول بالشكر موصول بالشكر لحضرتك ولا البرنامج اللي عن جنت أنا من عشاقه برنامج كرم الزجل يا لكن يا ريت تتذكر سادة المشاهدين وقت بث البرنامج ساعدني أنت في الوقت لأني لغاية لأني مش عبض الوقت معليش عذرني كرم الزجل كرم الزجل لا كرم الدوالي كرم الدوالي نعم يذكروني في القلل يا شباب لا لأنه ضياط عليه الآن رح نشوف البرنامج رح تكون الناس لعليه الأوقات كرم الدوالي ومنشكر أخونا الفنان والزجل والشاعر الأستاذ جمال الدل وفاصل مع كرم الدوالي وبنوصل اشتركوا في القناة هكذا وضحكت هكذا وضحكت تابعونا أحبائي المشاهدين على فضائية نورمينة في برنامجكم كرم الدوالي يقدمه لكم جمال الدل وشكرا لكم